بسم الله الرحمن الرحيم أحياكم الله جميعا الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين حنواصل للمحاضراتنا في البيزيك هيماتولوجي اليوم حنتكلم على موضوع مهم اللي هو قضية البليتليتس وحنتكلم فقط على البليتليتس كاونت في هذه المحاضرة إن شاء الله حنتكلم على أمرين وحنتكلم كمان على البليتليتس كاونت أول كإنتروداكشن في نقاط عاوزي نتفق عليها يحصل كالآتي إنه فيه استيمسل استيمسل دي بتتحول إلى ميجا كاريو بلاست الميجا كاريو بلاست تحت حتتحول إلى البروم ميجا كاريو سايت البروم ميجا كاريو سايت حتتحول تحت تأثير سايتو كاينز مهم اللي هو الجرانيو سايت مونو سايت كولوني استيموليو تنج فاكترا ده حيحولها إلى ميجا كاريو سايت الميجا كاريو سايت دي حتبدأ تتقطع إلى قطع أو ليصفائح نسميها البليتليتس النقطة الثانية المهمة جدا إنه الميجا كاريو سايت تخيلوا خلية الميجا كاريو سايت يحصل لها سبلينتر يعني تخيلوا تتقطع إلى تقريبا 2000 إلى 3000 فراجمنت أو 3000 صحن أو 3000 قطعة النقطة ولذلك نشبهها احنا نشبهها بقضية الشوارمة كالشوارمة كبيرة ويتقطع تقطع 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 منها فالميجا كاريو سايت كمان كبيرة وتتقطع منها خلايا أو الصفايح الدموية النقطة الثالثة المهمة إنه الصفايح الدموية ما معها نيوكليس ليس لديها نيوكليس النقطة الرابعة إنه الصفايح الدموية هي عبارة عن disk shaped fragment ولذلك هي شكلها شكل الصحن ومن هنا سميت بليت وبعدين لأنها صغيرة سموها لتس فيسموها بليت لتس لأنه شكلها شكل صحن بتعيش دي life span حقها تقريبا 8 أيام النقطة السادسة المهمة جدا إنه 70% من البليت لتس موجودة في السيركوليشن في البلد و30% stored في الاسبلين ولذلك نقطة مهمة جدا حال الشخص لو ما يكون عنده ثرومبوسايتوبينيا فبالتالي واحدة من الحلول اللي ممكن يعملوها يروح يشيروا للطحال عشان تزيد قضية الصفايح الدموية فقضية الاسبلينوكتمي بتعمل increase في البليت لتس على اعتبار أنه في معنى مخزن فيه 30% من عدد الصفايح الدموية طيب النقطة الثانية البليت لتس كاونت تعالوا نتكلم عليه أول أمر للأسف الشديد البليت لتس كاونت في معظم اللاب بيكون هو فقط الماركر أو البرامترز الوحيد اللي بيشتغل في اللاب وهذه شيء محزن زي ما حنشوف أنه فيه ماركر ثالية متاحة وللأسف ما بنستخدمهاش النقطة الثانية أنه البليت لتس والأر بي سيز بي كاونتد اتفقنا على هذا الموضوع البليت لتس من 2 إلى 20 فمتوليتر إلى 30 فمتوليتر الأر بي سيز ممكن فوق ال36 فمتوليتر بتنحسب كأر بي سيز النقطة التي بعدها طبعا هذا اللور ديسكريميناتر والأبر ديسكريميناتر زي ما انتم شايفين من 2 كاللور ديسكريميناتر بالنسبة البليت لتس إلى 30 فمتوليتر هذا الأبر ديسكريميناتر ما بينهم تنقاس قضية اللي هي البليت لتس النقطة الثانية أن البليت لتس والأر بي سيز يحصل انترفير في الكاونت ممكن يحصل انترفير في الكاونت كيف؟ لكم أن تتصوروا الصورة اللي أمامكم هنا في جاينت بليت لتس شكلها كبير بتنعد هذه ما بتنعدش بليت لتس بتنعد كأر بي سيز ده بالنسبة انه بليت لتس انعدت أر بي سيز او العكس انه لكم أنت تتصوروا هذه مايكرو سايت حجمها صغير أر بي سيز حجمها صغير هذه أصغر من 30 فمتوليتر فبتروح بتنعد هنا كبليت لتس فممكن يحصل يعني انترفير في الكاونتينج بتوين البليت لتس والأر بي سيز النقطة التي بعدها أن النورمال رينج بالنسبة البليت لتس من 150 ألف إلى 450 ألف في الملي متر المكعب او المايكرو ليتر النقطة مهمة ايضا لابد ننتبه لها ان البليت لتس دي فور كاونتينج نوت فور فانكشن بمعنى آخر انه شخص عدد الصفاحة الدموية 250 ألف هذه عدد لكن ليس لها الداخل بالفانكشن النقطة التي بعدها انه كلما قلت البليت لتس سميناها ثرومبوسايتوبينيا وكلما زادت البليت لتس نسميها اللي هي ثرومبوسايتوزيز كلما زادت البليت لتس عن 750 ألف نسميها ثرومبوسايتوبينيا وهذه نقطة مهمة لأننا هنكون في لها تفسير بعد شوية طيب نقطة اللي عاوزين نتفق عليها انه must be sure that the plateless count is true هذه نقطة في منتهى الأمية لابد نك تتأكد ان العد البليت لس عدد صحيح ليش لأنه في معانا سيدو ثرومبوسايتوبينيا وفي معانا سيدو ثرومبوسايتوزيز ايش اسباب او تعالوا نتكلم على السيدو ثرومبوسايتوبينيا اول سبب السيدو ثرومبوسايتوبينيا انها giant platelets الماكرو platelets بليت لس يعني فوق ال upper discriminator يعني فوق الثلاثين في متوليتر فذي ما تنعدش بليت لس وبالتالي يحصل انها سيدو ثرومبوسايتوبينيا ان البليت لس قليلة يعني هذا حاجة كاذبة هذا ال lower discriminator وال upper discriminator تخيلوا ان البليت لس دي حجمها كبير giant platelets فهي عدت ال upper discriminator فذي تنقري لا تنقري كبليت لس فيحصل حاجة بنسميها سيدو ثرومبوسايتوبينيا النقطة الثانية انه في لو في مايكرو بليت لس تخيلوا في معنى بليت لس اصغر من اثنين فمتوليتر اقل من اثنين فمتوليتر فذي اقل من lower discriminator فما تنحسبش بليت لس فبالتالي يحصل سيدو ثرومبوسايتوبينيا هذا زي ما انتم شايفين lower discriminator البليت لس هنا اقل من اثنين فما تدخلش في قضية ما بعد lower discriminator فبالتالي ما تنحسبش ومن هنا يحصل سيدو ثرومبوسايتوبينيا النقطة الثالثة انه بالتأكيد لو ما يحصل بليت لس اقل هتكبر وبالتالي ما تنعادش كبليت لس وحيحصل سيدو ثرومبوسايتوبينيا فيه النقطة الرابعة نسميها البليت لس سيتلوتوزيس بليت لس سيتلوتوزيس دي ما معناها معناها ان فيه اقلق في البليت لس نتروفيل فشايفين هذا النتروفيل وشايفين كيف البليت لس منتصقة لها دي نسميها بليت لس ثرومبوسايتوبينيا انها نقص حقيقي للبلليت لس واحد بالتأكيد لو ما يكون في دفكت في البوين مرو لو ما يكون فيه defect في البولمرو بالتالي حيقل عملية الproduction لقضية البليتلس فبالتالي ذي واحدة من الترو ثرومبوسايتوبينيا النقطة الثانية لو ما يكون فيه preferal problem إنه البولمرو بيطلع بشكل صحيح لكن فيه destruction لقضية البليتلس هنا حيحصل increase في الدستراكشن وبالتالي حتؤدي إلى true ثرومبوسايتوبينيا النقطة الثالثة لقضية sequestrated في الاسبلين نحن اتفقنا أنه 30% من البليتلس بتكون stored في الاسبلين فإذا في زيادة في الستورد في الاسبلين ذا حيؤدي فعلا إلى كمان true ثرومبوسايتوبينيا واحدة من الأشياء كمان ممكن تحدث السفير بليتلس يؤدي إلى true ثرومبوسايتوبينيا طيب بالنسبة للنورمال رينج للمايل ثرومبوسايتوبينيا إنها من 100 ألف إلى 140 ألف في الملي متر المكعب المودريت ثرومبوسايتوبينيا من 50 ألف إلى 100 ألف ملي متر مكعب السفير ثرومبوسايتوبينيا من 20 ألف إلى 50 ألف في الملي متر المكعب أو في المايكرو ليتر طيب احنا تكلمنا الآن على قضية السيدو ثرومبوسايتوبينيا وتكلمنا كمان معها على true الآن تعالوا نشوف لما يكون فيه سيدو ثرومبوسايتوزيس ما هي أسبابها واحد لما يكون فيه قضية اللي هي بنسميها مايكرو أر بي سيز اللي هي مايكرو سايتوزيس تخيلوا إنه فيه معايا أر بي سيز حجمها أقل من 30 في متو ليتر هنا ما تنعدش أر بي سيز الجهاز يحسبها ويعدها كبليتلس فبالتالي يحصل تضخيم في عد البليتلس ومن هنا نقول حصل سيدو ثرومبوسايتوزيس هذا زي ما أنتم شايفين الأبر اللور ديسكريمينيتر والأبر ديسكريمينيتر هنا تخيلوا قضية البليتلس هنا حتكون والأر بي سيز حتدخل في المجال بين اللور والأبر ديسكريمينيتر فبالتالي هنا حتنحسب كبليتلس وبالتالي حيحصل سيدو ثرومبوسايتوزيس النقطة الثانية إنها في السيدو ثرومبوسايتوزيس هذه الحالة اللي أعتقد قد تكلمنا عليها إنه لما يكون فثرة المكروفة 51 الار دي دي بليو لما يكون 30 ما معناها؟ معناها أنه إذا كان الـ MCV حجمها صغير كورية الدم الحمراء والـ RDW الحجام متفاوتة بشكل كبير بمعنى آخر ممكن تصل حجم الـ RBC إلى أقل من 30 فمن هنا ستنحسب كبليتلس وبالتالي سيحصل سيدو ثرومبوسايتوزيس وبالتالي نجي نقول سيحصل انكريز في البليتلس لكنه هذا كاذب فبالتالي نسميه سيدو ثرومبوسايتوزيس النقطة الثانية أنه فراقمنت RBCs الفراقمنت RBCs بتكون أقل من 30 فمنتوليتر فبتنعد كبليتلس وبالتالي تؤدي إلى السيدو ثرومبوسايتوزيس النقطة طبعا هذا اللور ديسكريمينايتور والأبر ديسكريمينايتور لأنها فراقمنت RBCs فبتنحسب يعني أقل من الثلاثين فلكم أن تتصوروا فبتدخل في نطاق العد بين اللور ديسكريمينايتور والأبر ديسكريمينايتور وبالتالي ذي حتؤدي إلى سيدو ثرومبوسايتوزيس النقطة التي بعدها أنه الفراقمنت WBC لما يحصل فراقمنت WBC حتؤدي إلى أنها تكون الفراقمنت ذي أقل من 30 فمنتوليتر فحتنعد كبليتلس وبالتالي حتؤدي إلى سيدو ثرومبوسايتوزيس النقطة التي بعدها طبعا أكيد بس ذي أوضحها كيف أنه فيه لور ديسكريمينايتور بالنسبة لما نعمل كاونتينج للبليتلس وفيه أبر ديسكريمينايتور هذا من 2 إلى 30 فأي حاجة قبل الثلاثين سواء كانت مايكرو أر بي سيز أو كانت فراقمنت للWBC أو كانت مثلا سمول أر بي سيز حتنعد كبليتلس وبالتالي حتؤدي إلى سيدو ثرومبوسايتوزيس النقطة المهمة أيضا الثالثة لو فيه أولد سبيسمين أنه أخذت عينة وطرحتها في الريفريجريتور فترة وجيت تقراها حيحصل سيدو ثرومبوسايتوزيس النقطة المهمة جدا وهذه قاعدة أنه أي في البليتلس لابد الحل أن نعمل وهو اللي بيعمل طبعا المانيول كاونت بالنسبة لبليتلس قد يكون صعب لكن نحن ممكن نعمل من قضية البليتلس الآن لما نشوف البليتلس اللي هي متى تكون البليتلس أنها مرتفعة بشكل كبير واحد لو ما يكون فيه Essential Primary Thrombocythemia ما معنى أن فيه كانسر في قضية في البون مارو هذا الكانسر أدى إلى أن البليتلس تطلع بعدد كبير فأدت إلى حاجة بنسميها اللي هي True Thrombocythesis ومثال لها قضية Essential Primary Thrombocythemia النقطة الثانية اللي هي Reactive Secondary Thrombocythesis 85% من الزيادة في True Thrombocythesis هي Due to Reactive أو بسميها Secondary Thrombocythesis وذي بتكون ناتجة عن قضية Infection ناتجة عن قضية هيموريج يا ناتجة عن سبلونوكتومي ذي كلها بتكون ناتجة عن قضية Reactive أو Secondary Thrombocythesis التو Golden Rule لا ننساهمش خالص اللي هي الـ Golden Rule الأولى لابد من عمل Blood Film أي Increase أو Decrease لابد من عمل Blood Film وبالتالي كمان نعمل Bloodless Count بالمانيول فيه نقطة مهمة هنا جدا أي Decrease أو Increase هذه القاعدة الذهبية الثانية أي Increase في البليتلس أو Decrease في البليتلس لابد الماركر زي إنها تنقري الـ MPV والPDW والPLCR والPCT والPlateless Histogram هذا اللي هنتابعها في المحاضرات القادمة إن شاء الله شكرا جزيلا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته